في مثل كده بلدي او مثل مهم بيقول اذا كنت كذوبا فكن زقورا لكن انك انت تبقى كذوب ما بتفتكرش لان عقلك محدود فدي بتبقى مشكلة كبيرة وبتوقعت في مشاكل اكاذيب خالد الغندور لا تنتهي سواء عن ناد القرن او عن مظلومة الزمالك لكن انبارح خد قلم كبير جدا من مهيب عبدالهادي في موضوع ان امير مرتضى طلبوه علشان يروح برنامج رامز مجنون رسمي انا كنت كشفت في الحلقة اللي قابل ديت ازاي اللي سيد مفيد فوزي قال واكد ان اللي بيتصل بيه مش حد بيقوله انه برنامج مقالب فتابع للاخر عشان هقولك تفاصيل كتيرة جدا عن خالد الغندور وكتبه وازاي كل مرة هو ورئيسه بيتلقوا هزام قوصية ورغم كده مصرين على الكتب والخداع وانهم ينسبوا نفسهم انتصارات وهمية تابع معايا للاخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب القناة اللي هتفضل دايما بنفس الاسم واتدافع عن كل حقوق الاهلوية وكل حق لمظلوم هندافع عنه اذا كانت دي اول مرة تشوف القناة فارك تدعمنا انك تشترك و تكون ضيف دايما عندنا في مواضيع كتير عندنا وفي مواضيع كمان طبية ودوس لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس اذا عجبك وتشاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي وبرضو ما تنسوش يا جماعة ناس يعني قناة اختنا بعشان فيكم هتلاقوا في اول تعليق الرابط بتاع القناة ويظهر لكم هنا رابط الفيديو ياريت حضراتكم تدخلوا القناة وتشتركوا فيها وتدعموها لان قناةكم هيسة جدا عن اخبار المشاهير بتضم كل اخبار المشاهير وفي اخبار حصرية فمواضيع جميلة جدا يارب تعجبكم برضو كل مرة قبل ما ببدأ بكلمكم على التحذيرات اللي احنا البلد دلوقت انتو شايفين حضراتكم العداد برضو عمارة تتصاعد والناس رغم كده مش واخدة لاحتياطات ياريت حضراتكم تراعوا الاحتياطات واحتياطات التبادل الاجتماعي الموضوع مش سهل يا جماعة الموضوع اساسه ان احنا لاحتياطات التبادل الاجتماعي احنا داخلين على عيد قلت مرة واثنين وثلاثة ان كل يوم بيمر علينا بخير هو عيد في حد ذاته فمش لازم ان احنا نخرج ونتفسح وكده عشان نبقى مبسوطين بالعيد لا رغاء يا جماعة رغاء ارجوكم العيد نبقى فيه شوية التزام علشان خاطر نحافظ على اهلنا ونحافظ على نفسنا ويجي الاعياد الجاية علينا واحنا كلنا نكون بخير وصحة في الحاجات بتاعت تبادل الاجتماعي ناخد بيها وفي الاحتياطات وفي تقوية المناعة انا عامل على نفس القناة اللي احنا فيها دي مواضيع كتير جدا عن تقوية المناعة وازاي نقوم مناعتنا والبرتوكولات بتاعت تقوية المناعة اللي اهلها من 13 شهر هما اللي بيستعملوها حاليا نبدأ بقى بالموضوع المهم بتاعنا خالد الغندور بيسر على انه يجدب يعني في اقتار حربه على رامز جلال كان قال والترياءة على سيد عبدالحفيز وعايز يقارن ما بين موقف سيد عبدالحفيز وامير مرتضة قال ان مهيب عبدالهادي اتصل بامير مرتضة وقال له تعالى معانا برنامج رامز ركزوا معايا حضراتكم في الكلام رامز مجنون رسمي ويتأمل فيك مقلب والكلام ده كله وان امير مرتضة رفض رغم ان الكلام المتداول ان حرب مرتضة منصور على رامز جلال في الاساس انه هو كان عايزه ياخد امير معاه ورامز جلال اللي قال له الموضوع ده مع الاعداد مش معايا انا ده الكلام المتداول طبعا انا كنت جبت شهادة في الفيديو اللي قبل ده هيبانع لحضراتكم الرابط هنا بتاعه الفيديو اللي فات على طول كنت جبت شهادة للأستاذ مفيد فوزي انهم اتصلوا به وقالوا له تعالى انت تجي برنامج مع اروة خدوا بالكم نفس السيناريو اللي بيتقال في البرنامج ان اروة هي اللي بتصقا وبالنسبة للرياضيين اللي بيجيبهم مهيب عبدالهادي بس على اساس انه برنامج رياضي لكن ما بيقولهمش ده برنامج رامس جلال طبعا انا مش محتاج ان انا دافع عن رامس جلال رامس جلال شغال في مؤسسة كبيرة اللي هي MBC وهي بتدافع عنه انا بس بكشف اكاذيب خالد الغندور والجوكة او الناس اللي هما بيطبلوا لمرتضى منصور فهو بيستدرج الناس سواء لو صحفيين او بتاع بيستدرجهم عن طريق اروة اللي هي المزيعة اللي بتظهر في الاول دي لو رياضيين بيجيبهم او بيستدرجوهم عن طريق مهيبة عبدالهادي ما بيقولهمش ما بيقولهمش انتوا رايحين عند رامس جلال بيقولهم انتوا رايحين برنامج حواري وبعد كده بيفوجأ بالنطرابط وبيدخلوا رامس جلال زيما لحضراتكم لو متابعين البرنامج فخالد الغندور في اقتار كتبه بيقولك ان مهيبة عبدالهادي اتصر بامير مرتضى وعرض عليه 500 الف جنيه وامير مرتضى رفض وطبعا تهجيز بقى او تهجيز عبدالخفيز ومعربشي والكلام اللي بيتقال دون مبارح انا طبعا كنت جبتلكم انه السيد موفيد فوزي قال انه متصلوا بيا عن طريق اروى واننا رايح برنامج حواري وبعد كده اعتذروا لي وانا قلتلكم تفسير الشخصي او رأي الشخصي انه معتصروا السيد موفيد فوزي لانه مش هينفع يتعمل معاه الحركات اللي عملها رامس جلال لانه ده راجل كبير في السن وحتى انتم شايفين في حلقة نبيل عبيد برضو لانها الست المحترمة نبيل عبيد لانها برضو عشان ست كبيرة في السن هو غير لها السنات بشوالة لانه ممكن اللفات دي تقضي على واحد من سني انا بداية من سني طيب جاي مبارح بقى كنت انا جايبلكم رد موفيد فوزي مبارح بقى رد عليه مهيب عبدالهادي رد عليه مهيب عبدالهادي خالد الغندور مش يسكت لأ يرد اغرب ردود هقول لكم الاول رد مهيب عبدالهادي اللي جابه اللي جابه خالد الغندور بنفسه ورد خالد الغندور عليه رسالة الى السيد خالد الغندور اندهشت بالامس عند مشاهدتي لمقطع من برنامج زمالكاو والذي يوبس على فضائية قناة الزمالك ومحاولتك الزج باسمي في رواية نتاج خيالك الخصب ومختلقة اصلا ونوعا حيث اني عرضت على السيد مدير القرى في ناديكم الموقع الاستضافة في برنامج رامز مجنون رسمي وهو العرض الذي قبل بالرفض من كبله لذا نلزم التنويه على كسب وافطراء وبهتان هذه الرواية جملة وتفصيلة حيث انني اننا لنتبع هذه الوسائل الرخيصة في برنامج فقط شهراته الافاق ويسعى معظم المشاهد سواء فاننين او رياضين للزهور من خلاله وليس العكس لذا لازم التوضيح للجماهير على كسب رواية السيد خالد الغندور طبعا انتو لو دخلتوا على البوست بتاع مهيب عبدالهادي على الفيسبوك هتدوروا عليه وانا هتلاقوني يحطوه لكم هنا هتلاقوا طبعا قصف جابها كبير من الاهلوية لخالد الغندور خالد الغندور لما ارى البوست في قناة نادي الزمالك كانت ردوده غريبة جدا ردوده ما بين الهبل والعبط يعني اول رد قالوله قالوله طب انت جاه ترد علي ليه ما رددش ليه على امير مرتضة لما قال كده في برنامج وطبعا جاب يعني جاب لبرنامج سابق كان امير مرتضة بتكلم فيه وقال لك ان احد برامج المقال بتصلوا بيا وانا رفض طيب اولا ما هو انت وامير مرتضة واحد انت بتتكلم بصوت مين مش انت في برنامج زمالكاوي اللي هو بتاع قناة الزمالك اللي هو امير مرتضة مدير القرى فيها او المش في العمعة القرى دي اول حاجة الحاجة التانية ان امير مرتضة ما وقالش ان مهيبة عبدالهادي هو اللي اتصل بيا علشان مهيبة عبدالهادي يرد عليه هو قال احد برامج المقالب اتصلت بيا وطبعا بيدي احاق بان برنامج رامز مجنون رسمي لكن مهيبة عبدالهادي رد عليك انت لانك انت اللي ذكرت اسمه صراحة يبقى الراجل تصرب بمهنية عكسك انت تماما مش هيروح يرد على امير مرتضة ويقول له احنا ما طلب نقش طب انت هتقول ان انا اللي بطلب الناس لبرنامج رامز فهو العقل ان انت اللي قلت اسمه صراحة فرد عليك انت بالتبعية صراحة ولكن عشان انت المحدودية في كل شيء انت قلت ليه ما ردتش على امير مرتضة يعني انت برضو بتوحي للناس ان ان انت بتخاف مش كل الناس زاك مش كل الناس بيخافوا الراجل لما لقى الكلام موجه ليه هو رد عليك انت صراحة الحاجة التانية عمال برضو نفس اسلوب رئيسنا ديك اسلي فيه حاجات بينه بين ما هوب عبدالهادي مش عايزة اقولها ومش مش عايزة اقولها نوع من انواع التهديد المغلف بخيبة كبيرة جدا يعني هي الحياة ان احنا عايشين في حياتنا ان احنا ننتقد اي حد نروح نهدده طبعا برضو انت عمال ترمي كلام على النادي الاهلي علشان خاطر بموضوع النادي القرن وحضرتك طبعا بتقول ايه هو اللي على رأسه بطحة يا ابني افهم يا حبيبي افهم انت لسه انت اللي على رأسك بطحة انت اللي مقدم طلب للاتحاد الدولي ولسه ما تبتش فيه لكن فعليا الاهلي معاه اللقب الاهلي ما اتخدش منه اللقب الكلام ده تقوله لما الاتحاد الدولي يحكم لك يحكم لك هو جايز دلوقت الاهلي بيحتفل يا سيدي باللاقب بيغيزك مش انت رايح للاتحاد الدولي اه احنا يا حمد بنحتفل باللاقب بدايقك يا حبيبي مش انت رايح للاتحاد الدولي احنا بنيحتفل باللاقب مع انه انت مش فاهم حاجة انا فاكر كويس ان وقتها أعلن ناد القرن مش في مش في اول شهر يناير كان مشي 3-4 شهر من من السنة فده الاحتفال ده طبيعي لكن عشان انت بتفكيرك هو محدودية التفكير بتقول لا ده الاهلي الاهلي بيعمله دلوقتي عشان خايفين لا يا حبيبي الاتحاد الدولي انت روح طلو انت روح طلو الاتحاد الدولي وانا قلتلك في الاخر خالص هترسي كل دوت انت عاملين فركعة في الهواء عشان برضو تبقى انجاز من ضمن انجازات الرئيس النادي انه راخ الاتحاد الدولي انه هو الوحيد اللي بيدور على حقوق النادي والافلام ديت وانك انت تشوه كل الرئيساء الصابكين والحاليين والقدام والبعاد وانهم ما حافزوش على حق النادي ده كل اللي انت بتفكروا فيه لكن انت في الاخر انت والعراسكم بطحة عارفين تماما ان القضية تنتهي لما الى ما فيش الى ما فيش الاسباب كتيرة منها منها زي ما قلتلك ان ده امر قري الاتحاد الدولي مالوش علاقة به تاني حاجة ان الاتحاد الدولي نفسه بيكر موضوع النقط في ترتيب الدول فازاي هيعترض عليه في ترتيبات في الكرات هو ده الترتيب المعقول ترتيب النقط ده ماشي به في العالم كله احنا مش في الولمبيات حاجة يا حبيبي في تحديد البطل الولمبيات بالمديليات الدهب وانك انت تتحدد ترتيب الدول لما تيجي تدخلهم في ترتيب معين عشان خطر مسلا بطول الكاس عالم بطول الكاس امم افريقية عايز تعمل الاول والتاني والتالت والرابع ده بتعمل لهم ترتيب حسب النقط مش هتقولهم بحسب البطولات بيبقى فيه ترتيب بحسب النقط انت مش مقتنع بالفكرة دي اديك روحت لاتحاد الدولي سلكت استقال الطريق القانوني اسكت بقى يوم ما يتحكم لك افتح قناة الزمالك بقى للرأس والطابلو واللي انت بتعمله ده كله وخلي الناس كلها تيجي تحتفل عندك واحنا هنقول لك مبروك انت ناضي القرن يا زمالك ساعتها احنا هنقول لك مبروك واحنا نفسنا والله يا شيخ اناقى مصري بقول لك اهو يا ريت المعايير اللي انت اقيلها وتبقى مصري هي دولة القرن والزمالك ناضي القرن مش هنبقى زعلانين خالص لكن الموضوع حرق كنت وحرق دم كنت على وهم وانت انبارح برضو اعترفت في جزئية انا قلتها مرة واثنين وثلاثة انك انت دخلت بطولات كتيرة وكان الاهلي هو البطل فيها بطل الدوري فيها وانت دخلت لان كان الاهلي ماشي في بطولة الكاز طيب ده لو الاهلي كان عارف ان بطولة الدوري ابطال الدوري وقتها اقوى من بطولة ابطال الكاز هل تفتعتقد ان الاهلي بعقلك انت هيسيب البطولة الاقوى ويروح للبطولة الاطعف لكن كان وقتها البطولتين متسويتين في كل حاجة في كل حاجة في اللقب هو كان اللقب بياخدوه بيفرحه بيه خلاص لكن لمكسب مادة حاليا طبعا المكسب المادة كويس لما اترفعت ساعتها بعد سنة 97 او سنة 2000 اترفعت الجوائز لحوالي مليون دولار وصلت وصلت يا عم خالد ارجو ان الموضوع يكون عجب حضراتكم ولو كانت دي اول مرة تشوفونا ووصلت معايا للنقطة دي بقى عجبك الفيديو ياليت اعملوا لايك ولو ما كنتش مشترك في القناة تشترك وتبقى ضيف دائما عندنا اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة